أخذ مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات أولى اجتماعاته بتشكيله الجديد برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقضة حيث استعرض الاجتماع ما تم تخاذه من قرارات وإجراءات طيلة الفترة الماضية خلال عملية الإعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية والمستجدات الخاصة بالعملية الانتخابية التي انطلقت بصدور قرار بدعوة الناخبين للانتخاب وأعلان الجدول الزمني للانتخابات كما ناقش مجلس الإدارة مذكرة بشأن طلبة عدد من منظمات المجتمع المدني ووسائل الأعلام للقيدي في قاعدة البيانات المخصصة لمتابعة الانتخابات والاستفتاءات داخل الهيئة